برضو في المسائل القانونية ولكن يعني يخص الحمى بتقول سلام عليكم أنا حماتي وقعتني من فوق السلم لأن أنا ساكنة في شقة فوق بيتها وفي شهود لما وقعتني شافوها طبعا وجرتها شافت ده وبسببها خسرت الجنين يعني مفروض فدلوقتي بعد ملور شهرين عملت مشكلة تاني وزوجها يطلقها تعمل إيه عشان تعرف تاخد حقها من حمتها بعدما وقعتها وخلتها يعني عندها شهود وعندها كانت طبعا مش عايزين الأسانيب دي بس تشوف احنا هنتكلم في الأول الإجراءات الكونية وبعد كده هنعاقب الكلام الإجراءات الكونية بكلام آخر الإجراءات الكونية إن هي تقدر تتدي ببلاغ بهذه الوقعة في الإسم المختص وتأتي بالشهود ولكن على حد علمي إن هي لحد دلوقتي ما طلقتش لا لحد دلوقتي ما طلقتش أعتقد كده طالما هي لسه في زواج وفي عشرة وفي أسرة تحافظ وتشوف حمتها زرعانة في إيه ويتم الصلح عن طريق الناس اللي موجودة حتى لو الأمور وصلت إن هما مش قدهين يكملهم مع بعض تفتكر يعني بينها وبين زوجيها كده العلاقة الحسنة والخروج البسيط ولكن اتخاذ الإجراءات الكونية تعمل محضر والمحضر ده هيجب لها حقها كافة حقوقها أكيد النهارده وضع اللي كل ما وضعه على الحما أه بس عايزة سأل برضه أستاذ أشرف هل بيجي لك مشاكل كتير يعني بسبب الحما؟ أه طبع أكيد أكيد ديابا أكيد ديابا